السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معشر الصائمين والصائمات تأملت قول الله عز وجل والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميدوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعفا والله يريد أن يتوب عليكم ما أعظم رحمة الله بنا يريد أن يتوب علينا يريد أن يهدينا يريد أن يغفر لنا يريد أن يسلك بنا سبل النجاح يريد أن يسلك بنا سبل الهدى يريد أن نكون من أهل الجنان لكننا في كثير من أحيان نرفض ذلك وللأسف الشديد فنتبع كل ناعق وكل ساقد والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما نلاحظ هذا الأمر بوضوح شديد في شهر رمضان والله عز وجل قد هيأ لنا في شهر رمضان أسباب النجاة وأسباب الظفر والفوز وأسباب دخول الجنان أكثر من أي وقت آخر ومع ذلك فإننا نستجيب لهؤلاء الذين يتبعون الشهوات والذين يريدون منا أن نميل ميلا عظيما من أصحاب الأفلام والمسلسلات ومن غيرهم فهم قطاع الطرق في الحقيقة وليس كقطاع الطرق الذين كانوا في الزمن الأول فهؤلاء كانوا يقطعون الطريق بين العبد ودنياه وأما الذين ذكرناهم وأما الذين أشارت إليهم الآية الكريمة فهم يقطعون طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى يقطعون الطريق بيننا وبين الآخرة بيننا وبين جنة الرضوان فلا بد أن نحذرهم مهما اختلفت أشكالهم وألوانهم وكلماتهم ودعواتهم ما داموا يصدوننا عن سبيل الله القويم وعن صراطه المستقيم وما أكثر هؤلاء كما قلت في هذه الأيام إذا وجدت رجل يريد أن يصدك عن الخير يصدك عن الذكر أن يصدك عن أنواع الطاعة بالأفلان بالمسلسلات بالتمثيليات بالأضحكات بالمباريات وبغير ذلك فاحذره إذا وجدت من يريد أن يصدك عن الخير بالقيل والقال وذكر مقالات الرجال فاحذره إذا وجدت من يريد أن يصدك عن أنواع الطاعات وصنوف القربات بالتزهيد في مجالس العلم بالتزهيد في مجالس الخير بتحقير العلماء والدعاة والأئمة الناصحين فاحذره كل هؤلاء وغيرهم ممن يصدك عن طريق الله القويم فهؤلاء كلهم داخلون في تلك الآية والله تعالى أعلم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما نسأله تبارك وتعالى الثبات على الحق وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته